شابتر واحد مطر and measurements وهناخد المحاضرة الرابعة compound and mixture الخليط والمركب compound compound is a pure substance which contains two or more elements chemically combined in a fixed ratio بنقول ان الكمباوند المركب هي مادة نقية ولكن بتحتوي على اكتر من عنصر متربطين مع بعض بروابط كيميائية بنسب سابتة the properties of the compound الصفات او الخواص بتاعة المركبات are different than those of their elements بتكون مختلفة عن خواص العناصر المكونة للكمباوند يعني الكمباوند بيكتسب خواص جديدة مختلفة عن الخواص بتاعة element زي ايه؟ الماء الماء يعتبر compound مكون من عنصرين الhydrogen والأكسوجين salt ملح الطعام المكون منه عنصرين السوديوم والكلور carbon dioxide ثانيوكسيد الكربون المنتشر في الجو مكون منه عنصرين الكربون والأكسوجين بينما الكمباوند في صفة مهمة جدا ان الكمباوند can be broken down احنا نقدر نكسره into its elements الى العناصر بتاعته بدفرنت تكنيكس بدفرنت ميسج بطرق مختلفة نقدر نكسر الكمباوند ونحلله الى عناصره الاولية زي ايه؟ زي التسخين التسخين كان دي كومبوز كومباوند such as mercury oxide اكسيد الزئبق ده لما بنسخنه بيتكون عندي الزئبق لوحده وبينفصل عن الاكسوجين زي فيه طرق طرق تانية ايوه فيه زي طريقة الالكتروليسز التحلل الكهرابي اللي من الممكن نفصل بيها عنصري الماء من الممكن ان احنا نفصل بيها عنصري الماء يعني نفصل الهايدروجين عن الاكسوجين بالتحلل الكهرابي